بعد سيطرة الجيش العربي السوري وتثبيت نقاطه في تلة أم القرع المشرفة ناريا على أهم طريق لإمداد الإرهابيين بين خان طومان جنوب حلب والراموسة تمكنت وحدات الجيش من تدمير عدد من العربات والآليات والقضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين الرصد الناري ساهم في قطع الإمداد عن الإرهابيين في خطوطه تقدمة عند محور الكليات العسكرية في ريف حما خاضت وحدة من الجيش اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية على محور قرية معان في الريف الشمالي الشرقي مجموعات أحرار الشام وجند الأقصى وأجناد الشام الإرهابية خسرت العشرات في الهجوم ما دفعها للانسحاب بعد أن دمر الجيش أيضا معظم منصات إطلاق الصواريخ ودمر عددا كبيرا من العربات والسيارات المزودة برشاشات الأربعة والعشرين ساعة الماضية حملت معها ارتفاعا في عدد استهدافات سلاح الجو للإرهابيين مئة ضربة جوية استهدفت تجمعات ومقرات وأرتال التنظيمات الإرهابية الضربات أسفرت عن تدمير مقر اجتماع قادة التنظيمات الإرهابية في الكسيبية بحلب وتدمير مقر قيادة في تير معلا والغنطو بريف حمص وتدمير عشرات العربات بعضها مزود برشاشات لتنظيم داعش الإرهابي شرق تدبر وفي محيط حقل شاعر والأرق بريف حمص الشرقي اشتركوا في القناة